نرحب بضيفة من تهران أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين رويوران دكتور حسين أهلا بك عبر سكاينيوز عربية ما أهمية هذه القمة الثلاثية في هذا التوقيت تحديدا بالنسبة لكل من الدول تركيا تمسك بملف السوري روسيا تمسك بالملف الأوكراني وإيران تمسك بملف المفاوضات النووية مع الغرب بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن إيران وروسيا هناك معاهدة تعاون استراتيجي لمدة عشرين سنة وهذه الزيارة ستدفع بهذا الاتفاق إلى حيز التطبيق السريع بسبب أن إيران وروسيا تحت العقوبات وهناك إرادة من قبل مسؤولي البلدين في توسيع دائرة التعاون خاصة في مجال الترانزيت يعني عندما أوروبا فرضت عقوبات على روسيا لم يبقى خيار أمام روسيا إلا التوجه شرقا باتجاه الصين وهي تمتلك هذه الحدود وباتجاه الهند التي لا تستطيع أن تصل إليها إلا عبر إيران القطار الذي تحرك قبل أسبوع من ساند فترسبورغ ووصل إلى ميناء شاهبهار الإيراني القريب من الحدود الفاكستانية هو يمثل خطوة متقدمة في أن تكون إيران يعني الرابط بين روسيا ومصالحها في آسيا وجنوب شرق آسيا من هنا العلاقات بين إيران وروسيا في الطراد فيما يخص تركيا ولكن دكتور حسين كل هذه الملفات شائكة اليوم تتطلع إيران لتذليل الكثير من العقبات والعقد هي في مواجهة دولية كبرى التقارب الروسي اليوم يضع الرئيس رئيسي في نفس المصاف الذي بات فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المواجهة مع الغرب أم أن هناك ربما خفض لمنسوب الاحتقان وفتح قوة في أي من هذه الأزمات وهذا ما سيطلبه بوتين في القمة يعني في تصوري أن أولا إيران كقوة إقليمية واضح أن لها مكان رائدة في المنطقة وهي على رأس محور المقاومة ومن هنا إيران عندما تدخل في حوار مع قوة دولية كروسيا يتمتلك أوراق وفي ظل الظروف الحالية يعني حرب أوكرانيا والعقوبات على روسيا إيران تمثل الشريك المثالي لروسيا وكذلك العكس صحيح أيضا من هنا في تصوري أن هناك إرادة في كسر إرادة أمريكا في فرض العقوبات ويعني محاولة ثني إرادة الدولتين فيما يخص تركيا تركيا رغم أنها عضو في الناتو وهي متحالفة مع الغرب ولكنها ترغب في أن تكون في الوسط سواء كان في أوكرانيا في موضوع الحبوب في المواضيع الأخرى وهي تريد أن تحتفظ بعلاقاتها مع إيران ومع روسيا من هنا في تصوري كل ما اقتربنا هذا التقارب هل يمكن أن يتحول إلى تحالف تركي روسي إيراني ماذا لهنا لك ضبط للمواضيع الخلافية والتي ذكرناها بداية يعني أستبعد أن يكون هناك تحالف بين الأطراف الثلاثة ولكن يمكن أن يكون هناك تفاهم في الموضوع السوري بينها خاصة أن تركيا عندما تتجه للانتقابات عام 23 هي مضطرة إلى أن تخفف هذا الحضور العسكري في الشمال السوري باعتبار أنه يشكل نقطة خلاف أساسي مع معارضي أردوغان في الداخل التركي طيب نقطة أخيرة الدول الثلاث في مواجهة العقوبات الأمريكية حيث فرضت الإرادة الأمريكية الجديدة عقوبات على موسكو على تركيا وأيضا العقوبات المعروفة على إيران اليوم الهروب من هذا العقوبات هو اتجاه نحو الصين وهذا ما تطلع إليه أيضا الدول الثلاث وهناك قمم معلنة هل ستعي أيضا هذه الدول خطورة مواجهة الغرب ومواجهة الولايات المتحدة في حال ذهب هذا التنسيق إلى عدم خصول تحالف ولكن اتفاق على التوجه إلى الصين يعني أولا النظام الدولي الآن هو في حال التغير سريع جدا وهناك محاولات لكسر إرادة أمريكا من خلال إيجاد عملة جديدة خاصة ضمن إطار بريكس يسمى بريك وفيما إذا تم استصدار هذه العملة في تصوري أن ثلث الإنتاج العالمي سيتم تبادله ضمن إطار هذا الموضوع خاصة يعني أن العملة الآن اليورو في انحدار والدولار يمكن أن يسير بهذا الاتجاه بسبب التضخم الكبير في أمريكا وأتصور أن البعض يقوم ببناء منظومة جديدة صاعدة دوليا من خلال حجرها الأساس هو التعاون الصيني الروسي الإيراني في القارة الأسيوية وهناك انتقال حقيقي لمركز ثقل العالم الاقتصادي من أوروبا والغرب إلى آسيا أشكرك جزيلا شكر دكتور حسين رويوران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران كنت معنا مباشرة من العاصمة الإيرانية مستدهات سكاينيوز عربية